بؤرة لإنفلونز الطيور تتفشى في العراق مجددا تحديدا في واسط عبر انتشار سلالة شديدة الانتشار والعدوى مهددة الثروة الحيوانية في المحافظة بالزوال وسط إهمال حكومي متعمد بحسب أصحاب الحقول والدواج المؤكدين أن هناك دوافع إقليمية وراء ذلك أنا أريد بس أعرف شغلة وحدة إهمال من يوم 19 لحد يوم 3 بالشهر منياً وشن السبب وشن غايتهم وليش زين ما يقولون هذا المرض خلال يعني ثلاث كلوات مربع الحقولي المصفوي التأذى الناس التأذى زين ليش هاي ثروة ثروة يعني ثروة وطنية ما حد بحالها هناك عدم تعاون حتى من الحكومة المركزية في المحافظة هناك كتب تثبت وجود إصابة يعني أكثر من 19 يوماً ولغاية الآن لا توجد فرق صحية السبب الرئيسي ربما هناك دوافع إقليمية لإنهاء الثروة الحيوانية تفشي فلوانزا طيور في وسط أدى إلى أزمة إنسانية وذلك بتسرح أغلب العاملين في مجال الحقول والدواج ما خلق أزمة معيشية واقتصادية للعديد من الأسر تقريباً صار اليوم أكثر من أسبوع من ثبتة أصابة القاعة بفارسفة منزل الطيور وتسرحوا أغلب العاملين لما يقارب أكثر من 42 عامل يعني تحرفون إذا انغلق هذا المشروع والمشاريع الأخرى راح تضرر أغلب العوائل ومع تردي القطاع الصحيف العراق كغيره من القطاعات الأخرى تشهد البلاد انتشاراً للأمراض والأوبئة فاقمها وزادها سوءاً الفساد الحكومي بشكل كبير بعد عام 2003